موسيقى السلام عليكم هل يعيش العرب مرحلة جمود فكري وتقهقر حضاري وندرة إن لم يكن غيابا في التدوين قد لا تجد عربيين يختلفان في تقرير هذا الواقع هذا الجمود الذي قد يكون مراث حقبة طويلة من الاستبداد السياسي والاستعمار الغربي وهم الحليفان الذين أفرغاء المنطقة العربية الغنية بميراثها الفكري والحضاري أفرغاها من بناها الفكرية هذا الجمود هو ما استنفر الدعوات لتشجيد الفكر العربي واستفزت داعين لذلك كرد فعل على حالة التأخر المعرفي التي يرزح تحتها الوطن العربي وبالرغم من أن دعوات للتشجيد انطلقت في القرن التاسع عشر الميلادي مع مفكرين وكتاب كبار أمثال عبد الرحمن الكواكبي والطهطاوي وخير الدين التونسي وغيرهم فإن التشجيد المدعو له اليوم جاء ملتبسا في سياقه السياسي والفكري والاجتماعي بل والتاريخي على ضفتي هذا الالتباس نشأت صراعات على طبيعة التجديد الفكري المطلوب بين الحداثيين الدعين إلى النهل من فلسفة ما يعرف بعصر الأنوار الغربي والأصوليين أو التراثيين الذين يتوقفون ماليا قبل الإقدام على هذه الخطوة بدون تبصر في حلقة اليوم من برنامج حديث العرب نطرق موضوع تجديد الفكر العربي وهو موضوع شائك ومعقد وعميق بقدر عمق الاختراق الثقافي الغربي للمجتمع العربي بل وربما للعقل العربي وذلك ضمن سلسلة حلقات مقبلة نحاول الغوص من خلالها في ثنايا هذا الموضوع وصولا إلى استبصار طبيعة المشروع التجديدي الذي يريده المثقفون العرب أهلا بكم برز في القرن العشرين مصطلح الفكر العربي ولا يزال يتصدر المشهد فمن الطبيعي أن ينادي العرب بوحدتهم أمام ازدياد النفوذ والغزو الغربي العسكري والفكري ولا يختلف العقلاء على أن النتاج الفكري العربي تحت مظلة الإسلام أسهم كثيرا في صياغة مفاهيم كثيرة في الفكر البشري الحديث وأسهم أيضا في استمرار الحضارة وتطويرها وتأطير المنهج العلمي التجريبي الذي قامت عليه الثورة الصناعية في أوروبا بعد العصور المظلمة التي عاشتها أما التجديد من حيث المفهوم فهو ليس هدفا بذاته بل لتلبية حاجات المجتمع الجديدة فالتجديد لا يعني الانفلات وإنما هو حركة منضبطة للحفاظ على جوهر الشيء إذن فالتجديد يكون من عمق تراثلهم ومرجعيتها لتلبية ما تحتاج إليه ولا قيمة لتجديد مستورد لا ترعى فيه خصوصيات الأمم والشعوب ومن المكاسب المهمة بعد المخاضات العسيرة التي مرت بها المنطقة العربية هو قبول التجديد من حيث المبدأ ولكن الخلافة المستمرة على شروط التجديد وضوابطه ومساراته بما يضمن ألا تنحرف البوصلة عن الأصل والموروث وتحت مظلة الفكر العربي هناك من يحاول العبث بثوابط الثقافة العربية الإسلامية والانسلاخ منها تحت الشعارات النهضة والتجديد والإصلاح وهناك من يطرح الفكر بكونه منظومة معرفية منافسة لمنظومة الفكر الإسلامي لذلك يجب تحديد مرجعية للفكر العربي كما أن هناك حاجة ماسة اليوم لعدم ترك مفهوم المرجعية عائما من غير تحديد أو توضيح للمعالم والمعاني والتطبيق كانت الامبراطوريات الغربية الاستعمارية أول الدعين إلى ظاهرة الوحدة العربية بوصفها تكتيكا سياسيا لفك الارتباط بين العربي والترك ولكن هناك من يران الوصول إلى الوحدة الإسلامية مرهون بتشكيل أولى لبناتها المتمثلة في الوحدة العربية وتوحدهم تحت مظلة الإسلام هذا الإطار هو الأصل الذي استمدت منه العروبة فكرها وقيمها ينضم إلينا في الاستوديو محمد الهامي الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية كما يلتحق بنا عبر سكايب من الرباط في المملكة المغربية الدكتور محمد الطلابي المفكر المغربي وسيكون عبر الزوم من العاصمة القطرية الدوحة الدكتور حازم النهار الكاتب والباحث السوري أهلا بالجمع الكريم لو بدأنا في الاستوديو أستاذ محمد دعوات التجديد للفكر العربي ليست وليدة اليوم وإنما هي هذه حلقة جديدة ضمن سلسلة حلقات ربما كانت الأكثر وضوحا في القرن التاسع عشر مع مجموعة من المفكرين والعلماء العرب الذين دعوا إلى تجديد الخطاب أو الفكر العربي السؤالي هو اليوم ما المقصود بتجديد الفكر العربي بالصيغة المطروحة اليوم وسط النخب العربي المثقفة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحقيقة ليس هناك صيغة عربية واحدة أو صيغة واحدة مطروحة للتجديد وإنما هي مجموعة من الصيغ ومجموعة من الصيغ تمتد من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار لأن حتى داخل السياق الإسلامي الذين ينادون بالتجديد إنما يعتمدون على حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الله على رأس كل مئة عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها وهذا الحديث كان من الحديث الذي دارت عليه أقوال الفقهاء والعلماء وشراح الحديث وبالذات مسألة التجديد يعني هذه الكلمة دلالتها عند المنادين بها في داخل الحقل الإسلامي تختلف عن دلالتها عند المنادين بها في الحقول الأخرى فسنجد إلى أقصى اليسار يعني إلى أقصى الخارجين على هذا الحقل الإسلامي نجد مثلا من يريد أن يتخلى حتى عن النص القرآني يتكلم بعنوان التجديد أيضا يعني محمد أرقون مثلا نصا تاريخانيا في توصفاتهم نصا تاريخانيا أو نصا يمكن أن نسلط عليه الأدوات النقدية الحديثة أو نصا تحتمل اللغة أن نتلاعب بها أو أن نوسع دلالتها ففي النهاية حتى تغيير القرآن الكريم والخروج من إطاره هذا مطروح تحت عنوان التجديد فنحن بين طرفين وما بينهما طبعا من أطياف كل من هذه الأطراف يستخدم نفس اللفظ لفظ التجديد يعني نحن إذا نظرنا في شراح الحديث عند كلمة يجدد سنجد الإمام المناوي مثلا يقول أنه يجدد لهذه الأمة أمر دينها يعني يحيي من درس من الأحكام أو يعيد العمل بمن طمس من الكتاب والسنة وحتى المعاصرين يعني مثلا الشيخ القرضاوي يحفظه الله يتحدث عن أنه التجديد المقصود في الحديث يشبه أن يكون لديك بناء أثري قد تهدم ذهبت ألوانه فمسألة تجديد على هذا المعنى جزء من مهمة العلماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله يعني أفضل الناس يحملون ينفون عنه ما علق به بقى ينفون عنه انتحاد المبطلين وتأويل الغلين وغيره فلذلك لا نجد أنفسنا أمام التجديد ولا يمكن أن يتعامل هذا العنوان بهذه العمومية إنما دائما تنظر في المعنى الكائن تحت اللفظ الذي يستخدمه المفكر بحسب اتجاهاته وميوله ومراداته التي يفصح عنها من استعماله هذا اللفظ طيب دكتور محمد في الرباط أجدد ترحب بك هل العرب اليوم في موقع ثقافي وحضري يحتم عليهم تجديد فكرهم أم أن الدعوة لتجديد الفكر هي يعني دعني أقول لك لمجرد التجديد طيب طيب يبدو أن دكتور محمد غير جاهز أذهب إلى الدوحة دكتور حازم أهلا وسهلا بك مرة أخرى فيما يتعلق بالإشكاليات التي يعاني منها الفكر العربي وهي الإشكاليات التي تمهد مهدت لدعوات التجديد هل برأيك هذه الإشكاليات متعلقة بمحتوى الفكر العربي أببنية العقل العربي وهي السلسلة التي تحدث عنها محمد عبد الجابري في سلسلته نقد العقل العربي تحياتي استسجه هذه تحياتي لضيفك بالاستوديو ولضيفك بالمغرب أهلا وسهلا أكتور محمد الله يبي يعني الحقيقة الموضوع المطروح موضوع في غاية الأهمية وهو موضوع دائم الحضور على مستوى الفكر العربي والحقيقة هناك الكثير من المفاهيم التي تحتاج إلى اتفاق عليها يعني من أجل أن يكون للحديث معنا يعني مثلا مفهوم التجديد مفهوم الفكر ما هو الفكر العروبة ما هي العروبة يعني كل منا ينظر إلى هذه المفاهيم بطريقة مختلفة عن الآخر هناك نقاش جدي يفترض أن يكون للاتفاق على المفاهيم قبل الدخول بأي نقاشات وأنا أعتقد أن الدكتور عبدالله العروي أضاف شيئا مهما في هذا الإطار عندما قال عندما تحدث عن أهمية مقاربة المفاهيم أن الوصول إلى مفهومات محددة أو إلى اتفاق حولها صحيح أنه لا يوصلنا إلى إدراك الواقع ومعرفته لكن على أقل تقدير تخلص الباحث من التساؤلات الزائفة وما أكثر التساؤلات الزائفة في ميدان نقد الذهنيات أنا أعتقد أن الفكر العربي يدور منذ عصر النهضة وحتى اليوم ضمن الدوامة ذاتها يعني لدينا ثلاث تيارات إنجاز التعبير في الفكر العربي تيار الأصالة وتيار المعاصرة والتيار الذي حاول التوفيق بين التياري الأصالة والمعاصرة ما زلنا حتى اللحظة ندور في هذا الفلك وأنا أعتقد من أجل الخروج من هذه الدوامة التي لم نصل يعني بعد إلى إجابات شافية يفترض أنا باعتقادي أن نولي أهمية لمسألة المعرفة في مواجهة الأيدولوجيا يعني أكيد البشر تحتاج إلى الأيدولوجيا بهذا القدر أو ذاك لكن أعتقد أن الواقع العربي متخم بالأيدولوجيات وهناك فقر في المعرفة وهناك فرق كبير ما بين المعرفة والأيدولوجيا يعني التيارات الثلاث التي تحدثت عنها جميعها تحولت إلى أيديولوجيات وكل تيار أنتج عدة أيديولوجيات يعني مثلاً التيار الأصالة أنتج تيارات الإسلام السياسي وهناك أيديولوجيات عديدة لتيارات الإسلام السياسي لا نستطيع أن نعتبر أن أي منها هو ممثل حصري للإسلام والأمر نفسه أيضاً يطبق على بقية التيارات يعني سواء التيار اليساري الذي أنتج هناك العديد من الأيدولوجيات التي تنتمي إلى التيار اليساري والعديد من الأيدولوجيات أيضاً التي تنتمي إلى التيار القومي العربي وأنا أعتقد أيضاً يعني أن هناك فرق كبير ما بين مفهوم العروبة ومفهوم الأيدولوجيات والأيدولوجيات القومية العربية مثل الأيدولوجيا البعثية أو الأيدولوجيا الناصرية وسائر الأيدولوجيات التي تضع نفسها في الحقل القومي العربي القصد من هذا الاستعراض أن هذا الموضوع مهم ومعقد وشائك ويحتاج حقيقة قبل كل شيء إلى نقاش المفهومات الأساسية من أجل يعني على الأقل تقدير سيفيدنا هذا الأمر في فهم بعضنا بعضاً وتحديد تخوم الخلافات وتخوم التوافقات جميل طيب تمهيد طيب دكتور حازم للنقاش في هذا الموضوع لا أدري إذا ما كان جاهزاً الدكتور محمد في الرباط طيب أستاذ محمد الآن أريد أن أسألك عن الذي يميز التداعي الراهن لتحديث الفكر العربي الذي ربما يكون الدكتور محمد عبد الجابري أحد كبار رواده في العصر الحديث وهو القادم من خلفية يسارية عندما يتحدث عن تجديد الفكر العربي الذي يميز هذه الدعوة عن الدعوات التي ظهرت في القرن التاسع مع عبد الرحمن الكواكبي جمال الدين أفغاني محمد عبده رفاعة طهطة وإلى آخره هل هي في سياق واحد أم ثم تتمايز ذو شأن بينهما الإجابة على هذا أيضاً فيها قدر كبير من الذاتية لأنه كما ذكر الدكتور حازم مسألة المشكلة المصطلحات والمصطلحات بشكل عام في العلوم الإنسانية مصطلحات مائعة ليس لها حد جامع مانع ثم إن مفهوم الناس لهذه المصطلحات يضيف قدراً من التعقيد ثم إن الاستخدام التداولي اليومي لهذه المصطلحات في الصحافة والإعلام يفكك عنها الرصانة والانضباط العلمي فيطرح عليها تصورات أخرى شعبية أو إعلامية وبالتالي نصير أمام مفاهيم متعددة كل منهم يعبر عن معنى قد يسبب غموضاً لذلك أخترح عليك القفز على قضية المصطلحات حتى ندخل إلى السبب الموضوع بشكل هذا مدخلي إلى السبب الذي طرحت عليها هذه الفكرة هو الهزيمة والتخلف ولكن إذا سألتني ما الفارق بين دعوات التجديد في القرن التاسع عشر ودعواتها في القرن العشرين فبشكل عام ما أراه فيه كتابات الطهطاوي وخير الدين التونسي وحتى عبد الرحمن الكواكبي ومحمد عبدو هم أنهم كانوا يحاولون الاستفادة من المنتج الغربي على خلفية الإسلام على مقاسب نعم يعني لا يعني الطهطاوي كان أصيلاً وفياً لفكره الإسلامي وكذلك عبدو وكذلك عبد الرحمن الكواكبي هم كانوا يحاولون أن يأتوا من الغرب بما قد يناسب الخلل الذي كان واقعاً في العالم الإسلامي يعني كانت المرجعية الإسلامية عندهم أعلى بكثير عند خير الدين التونسي عند الطهطاوي والطهطاوي يكاد يؤسلم كل شيء في فرنسا في كتابه تخليص الإبريس يكاد يؤسلمها يقول وهذا عندنا بمعنى كذا ونحن عندنا ما هو خير منهم هذا الطهطاوي تقريباً أما دعوات القرن العشرين فتظهر فيها الهزيمة بشكل أكبر يعني ما نرى في دعوات القرن العشرين أنها تريد أن توظف الإسلام لخدمة الثقافة الغربية تضع الغرب كثابت وتحاول أن تأخذ بالإسلام إلى أن يستجيب للأسئلة الغربية وللتحديات الفكر الغربي يعني حتى محمد عبد الجابري هو طبعاً كان أكثر دبلوماسية وهدوءاً في استخدامه لمصطلحات التجديد وهو حتى يقول يعني دعونا نتخلى عن لفظ العلمانية لأنه يثير حساسيات ونستخدم بدلاً منها الديمقراطية العقلانية لكن مثلاً تجد وتجد لذلك مثلاً محمد أركون ينتقدوه بشدة ويقول أنه بهذا يخون التجديد لأنه يحاول أن يستخدم أداة التراث في الوصول إلى التجديد فمحمد أركون لا يقبل بهذا القدر لكن محمد عبد الجابري يرى أنه إذا لم نستخدم هذه الألفاظ فسننفصل عن مجتمعنا وبالتالي لن يكون الذي نطرحه من التجديد مقبولاً أصلاً فإذا استعرضنا غالب دعوات تجديد الفكر العربي في القرن العشرين فسنجد أنها أقرب إلى الغرب أبعد عن الإسلام بينما الدعوات التجديد في القرن التاسع عشر أراها أقرب بكثير إلى الإسلام وحاولت تستفيد من الغرب طبعاً معذرةً انضم إلينا الضيف الآن من المغرب مرحباً بك دكتور محمد يعني ألخص لك على عجالة ما قاله ضيفانا الكريمان في الاستوديو الأستاذ محمد إلهامي تحدث عن فارق بين دعوات التجديد التي ظهرت في القرن التاسع عشر التي كانت تحاول أن تكيف الغرب مع النظرة الإسلامية منجزات الغرب الحضارية وبين الدعوات اليوم التي تريد أن تكيف الإسلام لصالح الأسئلة ذات طبيعة التحدي في الحضارة الغربية بينما تحدث ضيفنا الدكتور حازم من الدوحة عن قضية المصطلحات وأسهب في الحديث عن التيارات الثلاثة التي تحكم المجال الفكري العربي تيار الأصالة والمعاصرة وتيار الحداثة أو العصرية وتيار موفق بينهما أسألك الآن دكتور محمد هل العرب اليوم في موقع أو موقف يحتم عليهم تجديد فكرهم أم أن دعوات التجديد هي انعكاس لطرف التجديد لمجرد التجديد نفسه بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته وعلى أهما بعد حيوة الإخوة والأخوان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية حيوة للعائمين على قناة الرافزين وتحية حيوة أيضا للزملاء رغم أن لي لم أسمع صوتهم ولم أرى صورتهم من خلال ذلك ولهذا لم أستطع التفاعل معهم بشكل جيد طبعا السؤال هو ليس طرفا فكريا التجديد الفكري ليس طرفا فكريا بل هو ضرورة تاريخية حتمية للقرن للعصر الحديد تعرف بأن نحن العروبة والإسلام لدينا تراث عظيم وهذا التراث هو أجوبة على إشكالية عصرهم فكل ما أنتجنا في الفقه وفي علم الكلام وفي التصوف وفي الليسان هي أجوبة عن إشكالية العصر الذي عاشه وبالتالي في تراث الإسلام الأول هو أجوبة عن إشكالية عصرهم اليوم نحن مطالبون بالتجديد الفكري لأن إشكاليتنا اليوم تختلف نوعيا عن إشكالية التراث أو لتراثنا العربي الإسلامي فنحن نعيش إشكالية العلماء وإشكالية سلامة البيئة وإشكالية الدموقراطية والأنظمة البرلمانية والأنظمة البيناسية وإشكالية المرأة والفن وإشكالية التسارع التاريخي إلى غير من الإشكاليات التي لا وجود فيها لأي جواب في تراثنا ومن هنا أهمية أننا في حاجتين إلى إبداع أجوبة على إشكالية عصرين ومن هنا تأتي أهمية وضرورة وملحاحية التجديد الفكري لأن الجديد الفكري بمعنى أننا يجب أن نجيب عن إشكالية عصرين كل الإشكاليات التي قلت لا بد أن نجيب عنها بمعنى الصفوة المتقفة اليوم في العالم العربي وبين قوسين في العالم الإسلامي مطالبة بأن تسيغ أو تسيغ أجوبتنا على إشكالية العصر ولهذا فالتجديد الفكري ضرورة كبرى بالوضرورة ملحة جدا لأننا في حاجتين إلى تجديد كل الصرع نحن في حاجة إلى جديد إلى أن نبني نظرية في العمران أي الحضارة ونظرية في الإنسان التي لم نبني أبدا في الغرب هناك نظرية في الإنسان ونظرية في السلطان أي الثولة ونظرية في الإيمان أي العقيدة إلى خير من الإشكاليات التي نحن لهم في حاجة ملحة جدا على أن نجيب عليها ولهذا نقول بأن تجديد الفكر في كل صرحي الكبرى بنو نظرية في الإيمان أي تجديد العقيدة الإسلامية نفسها فالعقيدة ليست هي الإيمان الأصلي فعقيدتنا الإسلامية وردناها عن الفقهاء عن الملكية والشافعية والأشعارية وملك المسلمون عن الخوارج والشيعة والمتصوفة وغير معتزلة فهذا الشهاد في الإيمان الأصلي الموجود في الوحي أي في الوحي اليقين أنا في ترى بأننا في حاجة اليوم أن نبني تصورا جديدا للوجود رؤيتنا لله عز وجل ورؤيتنا لعالم الأمر وعالم الخلق هذه كلها قضايا نحن في حاجة إليها لأن لا يمكن لك أن تنتج رسالة للنهوض الحضاري اليوم بدون أن يكون لك تصور للوجود لله عز وجل وعالم الأمر وعالم الخلق ولهذا فلا بد من نظرية في بناء الإيمان ثانيا النظرية في بناء العمران نحن في حاجة إلى بناء رسالة لأي نهوض حضاري نريد للقر الواحد والعشرين بناء نظرية في الإنسان نحن لم ننتج نظرية في الإنسان على الأقل الغرب أنتج نظريتين في الإنسان في طريف الإنسان نحن لم ننتج نظرية ثراتنا يتكلم عن الإنسان ولكن ليس عندنا نصق فلسفي يتكلم عن الأدمية وهذا ضرورة مطلوبة خصوصة مع حقوق الإنسان اليوم والديمقراطية وحقوق الشعوب وغيرها ونظرية أيضا في تقديري في البنيان أي في السلطان أي في الدولة جاءنا ربيع ديمقراطي متقدم ولكن لا نمتلك نظرية في المجتمع المدني ولا نمتلك نظرية في الدولة المدنية أو الدولة الدمقراطية أو أي دولة مريد هذه كلها في تقديري بأنها ملحة اليوم ولهذا التجديد الفكري ضرورة تاريخية وليس رفاها رفاها الفكري في الصفحة المتوقف العربي التجديد الفكري ضرورة تاريخية وربما أيضا الفاصل صار ضرورة بالنسبة لبرنامجين هذا نواصل هذا الحديث بعد فاصلين قصير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هذه المصطلحات تثير عند البعض حساسية معينة بأن هذه المصطلحات بذاته هي استقاء من فلسفة الأنوار الغربية قبل أن نتحدث عن هذا الجزء لو سمحت هل هناك رؤية واضحة المعالم مكتملة لأي مشروع تشجيدي في الفكر العربي أم نحن نتحدث عن أمان ورغبات في الواقع أنا أقول بأن سيرون التشكل هذا التجديد الفكري قد بدأ في القرن التاسع عشر مع محمد عبد والأفغاني والكواكبي وإقبال وغير ومكبار الأفغاني وغير ومكبار المفكرين العرب والمسلمين في القرن التاسع عشر وأن أسميه ببداية عصر الأنوار الإسلامية لكن هذا الطيار انكسر مع الأسف في القرن العشرين مع ظهور ثلاث مدارس كبرى كسرت عصر الأنوار الإسلامية والعرب وهي المدرسة السلافية النجدية في السعودية والوهابية والمدرسة السلافية الشيعية مع انتصار الخطورة القومين في إيران والمدرسة الناصرية الاشتراكية العربية لتقدير هذه المدارس الثلاث كانت كارثة على أمتنا في بناء فكر عربي وإسلامي جديد قادرا على أن يعطينا أجوب على إشكاريتنا في القرن الواحد العشرين اليوم هذا يجب أن نستأنفه من جديد لكن هل هذا لا يعني بأننا سننطلق من السفر لا أنا أقول بأن هناك نوابت في العالم العربي ونوابت في العالم الإسلامي كله الآن تتشكل وقد تنتهي إلى تيار كبير فكري يؤدي إلى صرح معرفي جديد خلال منتصف هذا القرن أو نهاية أنا أتكلم بمنظور الفيلسوف المستقبل بمعنى الزمان الممتد قد يمتده جيلا أو جيلين من الزمان على أن نصل إلى الهدف الذي أريده بمعنى آخر أنه ليس هناك عدم بل هناك كثير من الاجتهادات فقط أن علينا اليوم أننا نقوم برفضها مع بعضها البعض تشكل تيارا يمثل وجدان جمعي للأمة وأيضا يمثل أيضا تصورا عقليا جمعيا للأمة وهذا ممكن وأنا أقول بأنه ممكن جدا أننا ننتج خلال جيل من الزمان تيارا معرفيا جديدا أسميه بعصر التدوير الإسلامي الثاني أقول بأن عصر التدوير الإسلامي الأول أي التوراة قد أنجز مهامه الكبرى واستنفذ مهامه ونحن اليوم في حاجة إلى أن ننتج الموجة الثانية أي عصر الموسمي بالتدوير الإسلامي الثاني لهو أنه سيجيب عن إشكالية نوعية لن يعطينا فيها ولو بمتقال ضر جوابنا الماضي وطبع أننا نتكلم عن فقه الحضارة ونليس عن فقه العبادة يمكن أن نقول بأن فقه العبادة يمكن أن نقترض من الماضي حتى 90% لكن أننا نتكلم عن فقه العبادة فقه العمراء وفقه النهود خصوصا أن الإنسان مستخلف في الأرض وبالتالي نحن في حاجة اليوم إلى أننا نبني عصرا أسميه بعصر التدوين الإسلامي التالي وهو عصر معرفي جديد سيجيب عن إشكالياتنا ولكن انطلاقا من أيضا روابط حتى لا ننحارف عن التجار وعن هويتنا وعن عقيدتنا وعن أمتنا وغيرها هذه الروابط معذرة دكتور سأعود إليك للحديث عن هذا الموضوع حتى لا نقفز على المحاور كلها دفعة واحدة أشرت إلى نقاط مهمة وأن هناك إمكانية لتكوين مشروع معرفي يجدد الفكرة العربي لكن ربما يسألك سائل هذه ليست هي القضية الأساس وإنما القضية الأساس ما المرجعية التي ينبغي أن ينطلق منها مشروع التجديد الفكري العربي وهنا لو أذنت لي أن أتحول إلى الدوحة مرة أخرى لأسأل الدكتور حازم وسط هذا الحديث عن تجديد الفكر العربي حقيقة دكتور ثمت سيولة في مسائل اللغة في مسائل الأدب يعني اللغة العمية مثلا تطغى على الإعلام تطغى على الأدب العربي بل ثمت من يقول إن الأدب العربي يحتوي على كل شيء إلا الأدب وسط هذه الثنائية وسط هذه السردية هل ثمت وتد معرفي أو فكري يمكن أن يشكل مرجعية لإنضاج أي مشروع نحو التجديد الفكر أم هو التفكير الحر المستقل عن أي ضوابط كما يقول الشاعر السوري الذي يقيم في فرنسا أدونيس تحياتي مرة أخرى يعني الحقيقة الحديث عن مرجعية للتجديد أنا باعتقد وكأننا نبحث عن أيديولوجيا ما وهذا باعتقادي أمر غير صائب يعني الحديث عن هذه المرجعية يمكن أن يصلح في إطار الإقرار بجملة من الحقائق يعني واحدة من هذه الحقائق التي تشكل دافعا ومحفزا ومرجعية لمسألة التجديد هي حقيقة الحداثة يعني نحن كعرب جزء من هذا العالم وجزء من العصر الحالي وشئنا أم أبينا نحن مطالبون بالإجابة عن الأسئلة التي تطرحها الحداثة في العالم هذه واحدة من الحقائق يعني لا نستطيع أن نغادر هذا الأمر مثل ماذا؟ مثل أي أسئلة حقيقة أخرى لها علاق كل الأسئلة المطروحة على العالم هي أسئلة مطروحة على أبناء المنطقة العربية يعني نحن لسنا خارج العالم غالبا ما يتم بطريقة تعاملنا مع العالم وتغيراته وكأننا جزء خارج هذا الكون وكأن خصوصيتنا تلتهم مسألة كونيتنا يعني أنا أعتقد يفطر بالنظر إلى خصوصيتنا كعرب أو كمسلمين أو أيا يكون في ضوء في ضوء الكل في ضوء أن أبناء المنطقة هم من البشر هم ينتمون إلى العصر الحالي كلامك دكتور حازم أرجو المعذرة كلامك صحيح لكن لو أذنت لي هذا ربما موضوع المرجعية ليس حكرا على العرب وإنما هو قضية تكون غريزية عند البشر يعني فرنسا تطرح سؤال الهوية في تعاملها مع مسألة العولمة اليابان حتى الصين الدولة الكبيرة التي تكاد تلتهم الجزء الأسيوي كله من البسيطة تطرح هذه المسألة في مواجهة العلماء الغربية القادمة إليها وبالتالي المرجعية يعني لو شئت أن تسميها مثلا قضية أيديولوجية لكن أليس من حق الشعوب أن تبحث عن خصوصيتها وسط هذا الزحف العولمي الغربي الثقافي؟ بالتأكيد يعني أنا لست ضد هذه المزاوجة ما بين الخصوصية والكونية يعني باعتبارنا نحن جزء من هذا العالم فيفترض أن نرى موقعنا وهويتنا في ضوء هذا العالم وفي ضوء الماضي وفي ضوء الحاضر وفي ضوء حاجاتنا كبشر لا شك لكن الطريقة التي اعتدنا عليها طوال المئة عام يعني نحن أبناء المنطقة نقرب أو نتعاطى مع ثقافة الآخر أو مع الثقافة الكونية بطريقة دفاعية يعني وكأن المطلوب أن ندافع عن هذه الخصوصية لا أن نعيد قراءة خصوصيتنا في ضوء التطورات العالمية وفي ضوء الحداثة يعني أنا أعتقد أن المطلوب مننا نحن أبناء العصر الحاضر أن نستوعب الغرب لا أن نجعل الغرب يستوعبنا وندور في فلكه وفي فلك أولوياته ومشكلاته لكن بالمقابل يفترض أن نستوعب ماضينا لا أن نترك الماضي يستوعبنا ونظل ندور في فلك هذا الماضي هذه المعادلة دقيقة جدا يعني نحن أبناء الحاضر مطلوب مننا أن نستوعب الماضي وأن نستوعب الحاضر وأن نستوعب الحاضر بما في هذه الحالة الكونية ونحاول إنتاج حالة إبداعية يعني نحن لا فضيلة لنا إذا استمرينا باشترار الماضي ولا فضيلة لنا إن درنا في فلك الآخر فضيلتنا تظهر عندما ننتج حالة إبداعية تستوعب الماضي وتستوعب الحالة الكونية اللي موجودين فيها وإلا يعني نظل نتعاطى مع الآخر بتوجس بخوف بحالة من عدم الثقة بطريقة دفاعية تجعلنا نتكور على الذات وننظر إلى أنفسنا نظرة واهمة نظرة خائفة من الآخر نظرة بلا ثقة بالذات آنذاك نحن لن ننتج إلا حالات عصابية على مستوى الفكر وعلى مستوى الأداء السياسي طيب لو قدنا إلى استوديو الآن الوطن العربي يخد حراكا سياسيا حراكا مخاضا عنيفا وشاقا للتغيير السياسي من الناحية العملية والمبدئية هل يمكن إنضاج مشروع تجديد فكري بمعزل عن التغيير السياسي قبل التغيير السياسي هو بالأساس سؤال التجديد بصيغته المطروحة المعاصرة لم ينشأ إلا في أجواء الهزيمة يعني حين هزمنا الغرب ووجدنا أننا ننهزم أمامه وأنه يحتل بلادنا ظهر السؤال ما الخطأ عندنا وما التميز عندهم وتحقق فينا ما يتحدث عنه ابن خلدون من أن المغلوب مولع بالاقتداء بالغالب ولذلك ستجد أسئلة التجديد هي مناطق الاحتكاك بين الثقافة الإسلامية والوافد الغربي يعني الآن إذا نظرت في أي كتاب يكتب عن التجديد أو فتحت المتحدثين عن التجديد عن ماذا يتكلمون يقولون الأسئلة المطروحة علينا هي أسئلة الحداثة سؤال الدولة سؤال الدين سؤال المرأة سؤال الفن كل هذه الأسئلة هي مناطق الاحتكاك بين الوافد الغربي وبين القيم الإسلامية ما المطلوب؟ المطلوب في لسان أغلبهم هو كيف يتكيف الإسلام مع الثوابت الغربية يعني حتى طرح الفكرة على مستوى أننا نريد أن نحل مشكلة الفكر الإسلامي في سياق الدولة وسياق الحكم هو يريد أن يثبت الوضع الذي أنشأه الغرب في بلادنا الدولة القطرية العلمانية التي تنتج المواطنة الحقوق المتساوية بين الناس التي تدار بنظام سياسي ديمقراطي على قاعدة دستور مستبعداً للمرجعية الدينية أو يجعلها على الأقل خصوصية هذا النموذج الغربي هو الذي يصير في مجال الثابت المطلوب أن يتجدد الفكر الإسلامي ليعطينا شرعنته إلى هذا الفكر الغربي ولذلك يحتفي المتحدثون عن التجديد بعلي عبد الرازق بقاسم أمين بطه حسين طبعاً التنويعات الأخيرة محمد أركون ونصر أبو زيد وغيرو الآن الإسلام ليس له تأثير بالمعنى السياسي في البيئة العربية أليس من حق العرب أن يبحثوا عن مشروعهم في ظل غياب الإسلام عن مسرح التأثير أليس من حقهم أن يبحثوا عن مشروعهم القومي عن مشروعهم الفكري الذي يتكيف مع قيم العصر نحن نتكلم الآن بعد فشل القومية العربية نحن خضنا في مسألة القومية العربية المنفصلة عن الإسلام دهراً طيب وهذا قد سقط المشروع فمحاولة إعادة التاريخ هي محاولة غير مجدية الإشكال هنا هل يملك العرب فكرة أخرى غير الإسلام يعني هل ينتج العالم العربي هل له ميراث روحي صحيح نحن في مصر لدينا الفراعنة العراق لديهم البابلين والأشوريين والفينيقيين وهناك أقوام قدماء لكن في حقيقة الأمر هذه الأمة انقطعت صلتها بهذا الميراث الحضاري بعضهم يعجبه هذا بعضهم لا يعجبه هذا إذا نتكلم بشكل عمل الآن فلا يوجد مرجعية روحية تخاطب بها الأمة العربية إلا المرجعية الإسلامية والآن لا يبحث أحد عن تجديد الفكر الفرعوني أو تجديد الفكر الفينيقي أو الأشوري أو البابلي أو غيره لأن الفكر الفعالي الذي يحاولون تجديده هو الفكر الإسلامي المستقى من الإسلام لذلك لا يمكن للأمة أن تنخلع من الحالة الإسلامية وأنت حتى إذا نظرت كما تريد أن نتكلم بشكل عملي إذا نظرت في عموم حالة المقاومة التي تفرزها هذه الأمة ستجدها مقاومة إسلامية يعني التجارب السياسية السلمية يتصدرها الإسلاميين والسلميون التجارب حين تنزلق إلى القتال المسلح تصدرها الإسلاميون المقاتلون أيضا لكن أيضا الإقتتال الفصائلي والدماء والقتل أيضا يتصدرها الفصائل الإسلامية نعم صحيح وهذا أنا أحكي لك عن غياب التنوعات الفكرية الأخرى لا يعني هذا أن الإسلاميين هؤلاء مبرؤون من العيوب لا يحدث بينهم التنافس السياسي حتى لو لم يكن على المستوى المطلوب أخلاقيا كما يحدث هذا عند غيرهم بالنهاية كل أمة فيها متطرفون ولكن لا يشار إلى هذا التطرف في أي أمة إلا في أمتنا الإسلامية طيب هذا يعني أنقل جزء من هذا الحديث إلى الرباط دكتور محمد هل هناك هدف واضح ومحدد لتجديد الفكر يعني عند دعاة التجديد هل يريد العرب تجديد الفكر من أجل مسايرة العصر أم من أجل المواجهة ضمن الصراع الحضاري والثقافي المحتدم بين الأمم والشعوب أم من أجل مقاومة الحداثة والعولمة في مجتمع عربي مكشوف تماما أنا في تقديري بأن تجديد الفكر العربي والإسلامي اليوم كما ذكرتم أنا أتفق مع إخواني زملائي من قطر الدوحة الدوحة أنا أتفق معهم أنا أقول بأن تجديد الفكر العربي والإسلامي اليوم يتطلب القيام بعملية نقد مزدوج نقد مزدوج قوي لتراتنا ونقدم مزدوج قوي لترات الحداثة وسنقوم بفرز كل القيم ذات القيمة الإنسانية وذات القيمة الإيجابية في تراتنا ونقوم بفرز كل القيم ومفاهيم ذات القيمة الإنسانية والعلمية في الترات الغابي ونقوم بعملية توليف التاريخ إلى بمعنى آخر أنني أنا أدعو في عصر التدوين الإسلامي الثاني بالزواج التاريخي ما بين الحداثة والإسلام فالزواج هذا هو المدخل وفي تقدير بأنه لا تعارض كيف يمكن أن يكون هذا الزواج إن صح التعبير؟ هو بسيط وبل أن أقول لكم بأن الحداثة في أسس كبرى لا أخذت من الحضارة الإسلامية ما أنا أقول الحداثة مكونات سبع هذا تعريف للمحاداثة الحداثة المكوين الفكري أو المكوين العقدي لها هي المادية المكوين تنظيمي للحداثة العلمانية المكوين السياسي للحداثة الديمقراطية المكوين الاقتصادي للحداثة الرأسمانية ونسبياً قول اشتراكي والرأسمانية هي المهيمة المكوين الفكري للحداثة العقلانية المكوين الاجتماعي للحداثة الفردانية المكون النفسي للحداثة الشهوانية والمكون الجغرافي للحداثة القومية هذه الحدثة لا نختلف إلا في المكون العقدي نحن مسلمون موحدون لكن هل ونختلف نسبيا في المكون التنظيمي والعلماني العلماني عصيل في الغرب لكن دكتور محمد يعني أنت وضعت يدك على عصب المشكلة يعني عن هذا الاختلاف العقدي تنشأ مسار حضاري مختلف كليا ربما يتصادم مع قيم الحداثة لا أبدا الديمقراطية عميقة في ديننا وعميقة في الحدثة الغربية أنا أقول بأن الغرب كمثل الطفل يكتسي كسوة وصخ علينا برمي الكسوة الوصخة لها الغرب الغازي واحتضان الطفل البريء ألا هو الغرب الإنساني ونظن عندنا أيضا طفل في تراتنا بريء لكن عندنا كثير من تراتنا يجب وضعه في الرب ما تناعطي مثال الفقه السياسي الموروط عن الماضي نعم السياسة الشرعية عند ابن قيم جوزية وابن تيمية والأحكام السلطانية عند المورد وغيرها فقه السياسي القديم في تقديري بأنه معاقم أصلا ومعيق لنهضتنا في القرى الواحد يجب وضعه في الرب ويجب أن نستعر مباشرة القيم السياسية للطورة الديمقراطية في القرى ونربطها ربطا حيا مع خريطة القيم السياسية في الوحي أي في الوحي اليقين أي في القرى مباشرة سيؤدي إلى إنتاج فقه إسلامي جديد يعيش روح الدين وروح العصر معا وهذه العملية ممكنة جدا لأنني أقول لكم الدولة في الطارق الإسلامي ليست دينية هي كانت مدنية حتى في عاد الرسول كانت مدنية إلا في شقها الوحي بعد ذلك كانت مدنية في كل شيء لكن نحن ما زلنا نقول بأن دولتنا دولة دينية وهذا ليست عريفا صحيحا لترات الدولة الإسلامية أنا أقول بأن هذه القضايا هي التي يجب أن نسلط عليها النقد المذكب نعم كثير من ترات الغرب لا يصح لنا رت بالوغاز لنا علينا وضعه في الرب وكثير من تراتنا أصبح معيق لنظاتنا علينا وضعه في الرب سنقوم بالتركيب التوليف الحي بين القيم المفاهيم ذات القيمة الإنسانية والعلمية الآتية من تراتنا ومن الترات الحي الآتية من الحضارة الغربية عند فتح ذري سننتج رؤية جديدة عند الصفوة المتقفة ستنتج من خلالها معرفة راشدة في كل البناء الأبنية النظرية التي قلت عطفا على حديث التراث الذي تفضلت به دكتور محمد يعني أنقل الحديث إلى الدوحة لأسأل الدكتور حازم ما الموقف من التراث العربي الإسلامي في التجديد المراد للعرب من وجهة نظرك دكتور حازم يعني أنا أعتقد أن العربي الإسلامي هو جزء من ثقافتنا كعرب وكمسلمين وكأبناء لهذه المنطقة لكن كما تفضلت دكتور محمد طلابي هناك الكثير من الإعاقة في هذا التراث هذا الأمر يحتاج إلى إعادة قراءة وإعادة فرز وحتى إعادة قراءة التراث في ضوء حاجات الواقع في ضوء حاجاتنا كبشر نحن أبناء الحاضر ويفترض بنا أن ننظر أن الحداثة ليست منجزا غربيا صرفا الحداثة منجز إنساني ساهم فيه العرب والمسلمون وغيرهم حتى ظهر بهذه الطريقة التي نراها اليوم إذن يفترض أن لا ننظر إلى أنفسنا بعقدة نقص تجاه الغرب أمام مسألة الحداثة الحداثة نحن ساهمنا فيها عبر التاريخ وهكذا التاريخ يسير نتيجة تلاقح الثقافات وحوار الثقافات عبر التاريخ والنقل بين الثقافات والترجمة كل ذلك أنتج هذه الحصيلة فنحن شئنا أم أبينا جزء من هذه الحداثة نحن مساهمون فيها وآثارها تقع علينا النقطة الأخرى منجزات الغرب هذه المنجزات عندما ننظر إلى هذه المنجزات بصفتها منجزات تقنية صرفة أنا أعتقد أننا نجانب الصواب حتى الصاروخ أو الطائرة أو البراد أو التلفزيون هذه المنجزات التقنية هي في الأصل قوانين فلسفية وقوانين رياضية وقوانين فيزيائية نحن عندما نريد أن نتعاطى مع هذه الحداثة ومنجزاتها نخطئ عندما نفكر بطريقة فرز الحداثة إلى منجزات تقنية ورمي الإنتاج الفلسفي والفكري والعلمي خارجها يعني نؤمن بهذه المنجزات أو الثمار التقنية ونرفض الأرضية الفكرية والفلسفية والعلمية التي أنجزت أو أنتجت هذه الثمار أنا أعتقد أن مسألة التراث عندما تعاد قراءته في ضوء جملة من البديهيات التي لها علاقة بكون نعيش في هذا العصر بكون لا يمكن أن ننتج من دون الثقة بالذات يعني أن نتخلى عن التعاطي مع الغرب وثقافة الغرب بطريقة عقدة النقص عقدة النقص تجعلنا نسير في أحد اتجاهين إما الدفاع عن الذات والتكور على الذات ورفض الآخر بشكل مطلق وإما اللهاث وراء الغرب من دون وعي ومن دون تفكير الفكرة وضحت دكتور حازم أرجو المعذرة ضاقة الوقت كثيرا بدقيقتين يعني هذه الأسئلة المعلقة في موضوع التجديد ما زالت هناك أسئلة معلقة الموقف من التاريخ وتحديد مفهوم الأخلاق وأعرف أن الوقت أضيق بكثير من أن تجيب عليهم لكن باختصار أنا أنظر للتراث الإسلامي نظرة أخرى أنظر إليه باعتباري التراث الذي أنتجته الأمة وهي متحررة ومستقلة ومتمكنة بينما التراث الذي أنتجه هاتا يعني القرنين الأخيران أو القرن الأخيران هو التراث الذي ينبغي أن نفحصه بتوجس ودقة وأن نخشى من تغلغل الغالب الغربي فيه بينما يعني نحن في تقديري أحوج إلى إلقاء هذا التراث أكثر من حاجتنا إلى إلقاء التراث الإسلامي لأنه تراث أنتجته الأمة وهي متحررة ومستقلة وبغير هيمنة الغالب عليها ما المشكلة في القراءة النقدية للتراث؟ لا مشكلة والقراءة النقدية للتراث أمر يتحدث عنه الضيفان أمر يفعله تراثنا أيضا لن تجد في تراثنا أحدا مقدسا بما في ذلك الصحابة يعني من المعروف في علم أصول الفقه أن قول الصحابي ليس حجة فإنما إجماع الصحابة هو الحجة طيب أين تختلف مع الضيفين يعني هو يدعوان إلى قراءة النقدية للتراث لا والله مساحة الخلاف وسعة لكن لا تكفيها الدقيقتان لكن حتى الحائل تكفي منه النصف الدقيقة الملامح السبعة التي حكاها الدكتور طلابي أرى أن الإسلام يناقضها جميعا فهو يناقض الفردية الإسلام ينشئ مجتمعا متكافلا ومتماسكا وخطابه جماعي يا أولدنا أمنوا ضد الجغرافية القومية القطرية الإسلام يخاطب أمة ضد طبعا الإشكال العلماني الإشكال الشهواني يعني هذه الملامح السبعة إن صحت الإسلام ينتج نقيضا لها وهذا بالمناسبة ليس مجرد كلامي حتى الغربيين المستشرقين مارشل هودكسون في مغامرة الإسلام يتحدث أن الحداثة ليست مسارا تاريخيا متقدما وأنه لو لم يغزو الغرب البلاد الأخرى كانت ستنتج كل أمة نسختها من التقدم هذا الكلام كتبه حتى بيتر جراين في كتابه الجذور الإسلامية للرأسمالية الآن ينطق به والحلاق ويعني الحداثة ليست منتجا إنسانيا بل هي منتجا غربي ويعني رأيي أن تراثنا في خلال هذين القرنين هو الذي ينبغي أن ننظر إليه بتوجس أشكرك مشاهدين كرام يعني قدمنا حلقة بالمجمل عن تشديد الفكر العربي التي ستعقبها مستقبلا حلقات مهمة عن هذا الموضوع المهم والحيوي والعميق في ختم هذه الحلقة أشكر ضيوفي الكرام معي في الاستوديو محمد الهامي الباحث التاريخي والحضارات الإسلامية وعبر سكايب من الرباط محمد الطلابي المفكر المغربي وعبر سكايب من الدوحة حازم النهار الكاتب والباحث السوري مع حفظ الألقاب شكرا لكم على طيب المشاهدة في حراسة الله اشتركوا في القناة